هاي كيف كون؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الحوت رحاول احكي فيها عن الاحوال العاطفية والعملة الى كل الشريك اتحدث كذلك حتى فيها عن كتير امور تتعلق بالعزيب وهذه القراءات انطبق على البرج الشمسي قمر يطالع في امكاني تنسكوا القراءة عكسية بالنسبة لك يا برج الحوت عمشوفك تتحدث مع احد من الانترنت عمشوفك كذلك ممكن هذا الانسان يجلب لك ساعدة كتير كبيرة بهذه الفترة عمشوفك كتير سعيد وحتى انه انت بتعت عن كل اشي اللي عم تخليه لك وعم تجعلك برج الحوت غير سعيد عمشوفك كتير سعيد بالوقت الحالي وفي يعني كأنه هذا الانسان عم يجلب لك سعادة كتير حارمة بالنسبة للشريك عمشوفو شخص ممكن يكون برج من الابراج المائية او من برج الزور الجوزاء كذلك عمشوفو هذي الشخصية شخصية رومانسية جدا وشخصية حالمة وممكن حدا كتير حالم جدا يعني عم يكون شخصية بتروح لأبعد الاماكن اوكي عمشوفو لهذا الانسان شخصية كذلك متقلبة المزيج متقلبة الفكر شخصية عامة الابراج المائية او الابراج اللي هي روحانية كتير كبيرة بتكون متقلبة ما بتكون ثابتة على مود واحد بالنسبة لمشاعرك تجاه هذا الانسان عمشوفوك سعيد جدا اوكي في سعادة بس عمشوفوك كأنه هذي العلاقة انساتك المشاق اللي كانت بالماضي وعم تجيب لك سعادة اكثر وكأنه عم توازن حييتك اكثر بالنسبة للشريك كذلك عمشوفها لانه هذا الانسان بيبعث لك يعني تقريبا الطاقة فيها نوعا من الاوقات عم تتحكوا مع بعض وبتكون فيها مشاكل اوقات عم تكون الاوضاع ثابتة بس عامة انتو من الشخصيات وعامة عمشوفها الشخصية اللي هي بتتجاكره بشيء وعم تتصالحه يعني بسرعة يعني عمشوف هيك العلاقة عمشوفو لهذا الانسان كذلك بيحب انه يكون معك وعنده رغبة انه يكون معك ويستمر معك كذلك بالوقت الحالة انت عمشوفك متجاكر معه مبتعد جدا اوكي في مشاعر كتير قوي وعم يجلب لك سعادة وعم يجلب لك هذي الطاقة الحلوة بس بالوقت الحالي ما عم تحكي معه ابدا بس عم تحبه الى هذا الانسان مبتعد عنه بتحبه يعني في علاقة عاطفية هون طفولية اكثر او مثل الانسان لما بيحب بيصير طفولة اكثر بيصير يعمل اشياء طفولية بيزعل من اشياء بسيطة يفرح من اشياء بسيطة وبقى عامة برج الحوت برج رومانسي حساس طفولة هيك يعني اذا حاب هو بيحبه بمثل الاطفال ممكن هيك انا عم شوفك يا برج الحوت هم شوف شوي لانه انت تحب لهذا الانسان بس ممكن حاليا مبتعد عنه اي هم شوفك مبتعد فدالك حتى هو يقرقه ابتعادك عنه بس هذا الانسان يريدك بالرغم من أنه راح يعمل خطوة إذا أنتم مبتعدين راح يعمل خطوة لإصلاح أمور بينك وبينه عمشوف على أنه مستقبل العلاقة جيد جدا في هابي ناس وفي فرح وفي كل شي طاقة جيدة لنجح هذه العلاقة عمشوف على أنه ممكن هو إذا كان يريد الزواج منك فهيد الإنسان ممكن يكون أجمل أب وكمان يعني رجل محب هيدا بالنسبة للرجال عمشوف على أنه يعني بيقلك أنه القريب أنه تكون هذه العلاقة تصل إلى مرحلة متقدمة أو يكون نيتعج لهذه العلاقة يا تتطوروا وتصيروا بعلاقة زواج شيء مثلا يتعلق بالزواج أو تصير شيء لازم تحصلوا على نتيجة يا تبتعدوا عن بعض يصير في علاقة زواج وكمان هون بيقلك فاميري يعني تقريبا أنه رح تكونوا أسرة مع بعض عمشوف كذلك يا برج الحوت لأنه أنت شخصيتك جدابي بشكل غير طبيعي للشريك الآخر عم تجدبوا بشكل مش طبيعي أبدا ممكن أنت تتعامل كما قلت مع هذه الأبراج أو تتعامل مع أبراج مائية بامتياز هوائية ونارية عمشوف أبراج الحوت وخاصة العذاب عمشوفهم يرغبون كثير بعلاقة استقرار يحبوا فيها وينحبوا يعيشوا الحب من قلبهم عمشوفهم كأنه في عندهم كمية مشاعر كثير كبيرة بس عم يخفوها عن الناس كأنه عم يظهروا شيء ليس منهون يعني بدهم أنه يكونوا بعلاقة بس علاقة جدية علاقة توصلهم لمراحل كثير كبيرة كأنه صار لهم هذه السنوات الأخيرة أو الأشهر السابقة عم يتعرضوا أو عم يتعرفوا على ناس خائنين ناس مش بنفس الثقة الذي يعطوها للناس الآخرين عمشوفهم أكثر من زويين لحالهم بس شايلين كثير مشاعر بدهم يعيشوها مع شخص آخر ما عمشوف صراحة في شخص ممكن في تواصلات على الانترنت في حكي في كلام بس ما عمشوف في شخص جدي يأتي إلى برج الحوت ليتواصل معه من السبعة مثلا للحياة العامية برج الحوت عمشوف في حدا يعني رح تلتقي معه ممكن يجي للبيت عمشوف في سعادة رح تقلتي ممكن حتى للبعض يكون في زاويج عمشوف كذلك الأوضاع المالية ليست بالجيدة وعمشوفك ممكن للبعض فيكن ممكن يغير بيت أو يعمل أصلاحات بالبيت كذلك عمشوف كذلك حتى في راغبة كتير كبيرة لتزاويش ولا الوضع العاطفي عمشوف الطاقة تقول إلى الوضع العاطفي كتير عمشوفك يعني تقريبا حابب إنه تكون بعلاقة بس عمشوفك موتر كأنه خايف خايف من المستقبل خايف من الأشياء التي ستحصل بالمستقبل بس عمشوفك تريد الحب تريد الزواج تريد الاستقرار العاطفي كأنه عندك حتياجات كتير كبيرة بهذا الشهر لكن ما يتعلق بالوضع العاطفي عمشوفك كذلك على أنه تطلب الله كل يوم وكل ليلة لتحقيق متمنيتك بس إن شاء الله راح تكون خير بإذن الله عمشوفك كذلك آآ حاسم قرار آآ إلا البعض منكم عمشوفون يتخذون قرار تجاه علاقة علاقة حب على أنه أنت آآ ممكن قدام فرصتين عندك فرصتين بالحياة يا أما بالعلاقات يا أما بالعمال يا أما وأنت حائر أوكي أو أخذت قرارك حاليا عمشوفي أخذ هذا القرار آآ أو حاسم بهذا الموضوع كان أنه عندك فكرتين أو عندك آآ تو أبشن بالحياة يعني قرارين بالحياة أو فرصتين بالحياة وأخذت آآ قرارك حاليا عمشوفك أنه الأمور صارت أوضح وصار في نوع من الوضوح بالعلاقة أو وضوح بالعمل أو وضوح يعني كل واحد وعلى حسب أوكي آآ يعني في بحييتك واخترت واحد منهم حسامت أوكي في حسم آآ عمشوف على أنه الشريك آآ شخص آآ عنده مركز عالي آآ مركز آآ بالشغل جدا عالي ممكن حتى آآ الوضع الاجتماعي أو الوضع العائلي الأساري تبعه كتير آآ يعني بعائلة راقية بعائلة عندها اسم آآ مشوف آآ كذلك على أنه هالإنسان يعني عم تشوفه كأنه ملك حب يعني إنسان عنده آآ يعني كلامه معصول بيعرف كيف يحكي خاصة بالكلام يعني بيعرف كيف يجده بالشريك يعني بيعرف كيف آآ يغوي الشخص الآخر عنده هالتكنيك بحييته وبيعرف يعني كلامه معصول هالإنسان عم نشوف كذلك على أنه آآ هالإنسان آآ ممكن الشيء اللي عم تحبه فيه أنه يعني ممكن آآ عم يجاهر بحبك أمام الملأ وعم يعني كأنه ممكن سبب الخصام وهيدا ما عم يظهر اللي حاليا لعني عم شوف فيه نوع من الخصام أو فيه نوع من الحيرة عم تحصل لك حاليا أنه هالإنسان بالرغم من من كلامه المعصول وأنه بيقل كتير أشياء ما فيه قرار أو ما فيه آآ يعني خطوة للمستقبل لخطوة للزواج خطوة لشيء جميل يكون قرر بالعلاقة يعني نعم شوف هالإنسان كأنه كان عم أنت عم تحس أنه عم يبيع لك أشياء مش حقيقية أوكي وهيدا نوع من الخصام أو عندك نوع منه من الحيرة أو عندك داخليا ما عارف آآ مش شايف هل هالعلاقة صالحة لإلك أو هالإنسان عم كذب لي لأنه يكذب عليه أوكي لأنه عم شوف هالإنسان بيحكي كلام حلو بس الحقيقة أو الشيء بالواقع ما عم تلمسه ما عم تلمس على أنه الانسان آآ يريد تقدم لخطوة للأمام هيدا يعني عاملك حيري من أمرك ممكن هيدا ممكن تكون أنت صارحته بالموضوع وتزعلته ممكن حكيته بهالموضوع وممكن جدا وارد إنه آآ هيدا خلق لك نوع من الإشكالية ب بفكرك ومقادر تواجه الشريك هيدا كمان صالحة لإلكن أوكي عم تشوف كذلك على أنه هو ممكن حليا عنده كتير أشياء يوازنها بالحقيقة أوكي عنده هالإنسان كتير أشياء يسعى إليها في نوع من الكنه بيحاول يوازن بين عمله بينك أنت وكتير أشياء في كتير اوبشن بالحقيقة عنده آآ ممكن عنده كتير هوايات هالإنسان بيحب السفار بيحب الاكتشاف آآ وكمان عنده كتير أشياء بيحب بده آآ يعني عنده حيرة من أمره كذلك لأنه عم شوفه بيهتم هالشخص فيك وعم يهتم العمله عنده كمان عنده نوع من الحيرة كذلك على أنه أي طريق يتبع ممكن ممكن الإنسان ما عم تحب فيه لأنه منه صريح معك ما بيعتيك الحقيقة كأنه عم تشوف أنه شخص يماطل في نوع من الطبابية حتى بالعلاقة ما عم تشوف الصورة الواضحة أكثر عم تشوفها الإنسان جميل وعم يحكيك بنوع من الجميل وما عم يأذيك بس آآ ما عم شوف شيء واقع ما عم شوف تطبيق لهالكلام الحلو بالحيات اوكي آآ ممكن حتى إيجابيا عم شوفك آآ إنسان عم تحسه عنده كتير يعني عنده كل السبول ليكون ناجح إنسان ممكن وضعه العملي جيد وضعه المالي جيد آآ أو يسعى إلى تحسين وضعه المالي والمادي عنده كتير أشياء آآ إنت عم تشوفه فيه كتير أشياء إيجابية بشخصيته حتى بآآ آآ يعني كتير أشياء إيجابية فيه اوكي اما هو ما عم يحب فيك هالنوع يعني انت بدك دائما الاستقرار دائما يعني هالموضوع الاستقرار كتير حاسم فيه اما يعني ما بحس فيك انه جعلت العلاقة فيه نوع من المتعة بحس انه العلاقة تصير الى منحة الاستقرار والمنحة العلاقة الروتينية اكثر اوكي بدتهو شوية اخد وقت لا يستمتع تكونوا مع بعض تهتموا لعبعض تكون هيك بدتهو ما بحب فيك هالطريقة وكذلك بحب فيك انه انت انسان عندك شجاعة وعندك مقدم بالحياة عندك تفاؤل دائما بان الغد سيكون افضل وهيدا الشي بحبه فيك عم شوف انه الانسان هاي يعني نيتك انت بظل بيبين انه فيه نوع من النية لزهويش نوع من بدك انت تأسس يعني ترسم العلاقة ويعني تكون يعني ما هالانسان بزهويش اما هو في نوع من الضبابي بفكره هالانسان عم يحبك وعم عم عم ينوي مع كتير اشياء بس حتى الوضع المادي حاليا ما عم شوفه عم يسمح له لانه حتى ما ممكن يكون عنده الوضع المادي ليس بجيد لهيك ما عم يفكر بالاستقلال بس هالانسان عم يفكر انه انه انت الشخص المناسب بحياته في نوع من الحب وحتى انت يعني تتوافق معه روحيا هوكي في توافق رحي كبير بينك وبينه اه حاليا اذا يعني نشوف رحال حال سيع يعني الخطوة القادمة في نوع من الضبابي اكثر بس رح توضح مع الوقت يعني هالعلاقة يعني عم شوف فيها وضوح اكثر بالمستقبل بس حاليا عم شوف في نوع من الضبابية خاصة اللي له هو ما عم يشوف الطريق الحقيقية او الطريق اللي هي انسب لاله اوكي عم يحسك انه انت الشخص المناسب بينوي معك اشياء جميلة بس حاليا فكرة الزوج والاستقرار ما عنده بباله لانه عنده افكار كتير وعنده عمل اا عنده الموضوع العملي كتير شاغل باله اا بياتس حاله اكثر حاليا اا لهيك ما عم يفكر بالزواج او بالاستقرار بهذا الموضوع اكي بس انت شخص يعني بيشوفه على انه اجمل انسان ممكن يتمنيه اكي هيدا اللي عم يطلع لك يا اصحاب القراءة التاني اصحاب الحجر الازرق رح نشوف مصائح لقلك قللك الورا على انه انت بامان لانه في حماية لالك ولا طاقتك وحتى لحبك ولا بيتك يعني انه هالعلاقة راح تطل محمية وراح تطل كأنه الله يحميها بالرغم من انه عم تشوف كأنه العلاقة لا تقول الى شيء من الإيجابية بس راح تطل هالعلاقة عم شوف فيه انه راح تطل بهذه الطريقة انا ما عم شوف فيه خصام او بتعاد جسدي كبير بس عم شوف كأنه في نوع من الحير بينك وبينه بيقلك انه هال مرحلة اللي عم تمرو فيه انتا والشريك ممكن يعني هي اللي راح تجعل هيده العلاقة متينة يعني قوية يعني كأنه فيه بس لازم تضلوا مع بعض وعم شوف انه هالعلاقة راح تطل بالرغم من كل هالشيء اللي حاصل حاليا عم شوفه راح تطل ورح تستمر بس لازم تتحمل هالعباء اللي هلأ بالعلاقة كذلك عم ينصحق الورقة لانه ازا بدك تنقي طاقتك الطاقة السلبية اللي حاليا عم تشعر فيها او ايه عم تحس حالك لست بالجيد ممكن انه تروح على ما كان فيه ماء شلالات بحر ممكن تختسل بالماء يعني ان تلامس الماء لانه الماء كذلك بيشير الطاقة السلبية او علاقة عمال حتى العمال ممكن يطلعوا من هذا العمال يقدموا استقالتهم او يغيروا عمال جديد اوكي رحيلة وعمل جديد بس عامة تانية انتبه للأيادة انتبه كذلك لخسارة الاموال عم شوفك اكتر عم تبدر مالك حتى عم شوف ما عم شوف فيه اموال مقبلة عم شوف انه عم تحت مال او عم تصرف مال اكتر ما عم تجني مال بهذا الشهر بس انتبه للخسارة المادية انتبه لصحتك لأعيونك للنوم كذلك حاول تشرب ماء كتير عم شوف كذلك انتبه لأيديك انتبه من انه يكون فيه جرح لانه عم شوفك انه بالمطبخ ممكن تجرح ايدك انتبه لهذه الأشياء اوكي هيدا كل شي بالنسبة لبرج الحوت بتمنى عليك كل الخير والمسارات وما ترسوا تعملوا لي لايك اشتركوا في القناة